موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعوننا عبر شاشة تلفزيون فلسطين في حلقة جديدة من برنامجكم دائرة الحدث ناديكم الأول للصحافة في فلسطين وواجهتكم للتحليل السياسي الترحيب أيضا موصول لضيفي في السوديو دائرة الحدث لهذا اليوم الأستاذ خليل شهين الكاتب والمحلل السياسي تحياتي أستاذ خليل أهلا وسهلا كما اعتدنا ذائبا نذهب لجولة العنوين ثم نعود وإياك لنبدأ حلقة النقاش نتابع نبدأ جولتنا لهذا اليوم من صحيفة القدس المحلية البنك الدولي يحذر من تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية ودعوة الدول المانحة للتحرك بسرعة لتلافي أي مضاعفات وحملة وطنية تنطلق اليوم دعما للأسرى في معركتهم ونادي الأسير يدعو لمظاهرة تضامنية ضخمة أمام المقاطع اليوم إلى صحيفة الأيام التي عنونت الرئيس يحذر من العبث بالتمثيل الفلسطيني واستياء من استقبال القاهرة لهنية كرئيس وزراء ونقرأ أيضا المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية رومني لا ينجد حل للقضية الفلسطينية لأنه ليس لدى الفلسطينيين أي رغبة بالسلام ومن الأيام إلى الحياة الجديدة التي كتبت عن مؤسسة الأقصى الاحتلال يبني حمامات عامة على أنقاض حي المغاربة ونقلت أيضا عن فياض سنتجاوز الأزمة المالية عبر خطوات يرافقها الحصول على مساعدات خارجية إلى الصحف الصادرة في بعض الدول العربية ومن الأهرام نقرأ الاحتجاجات على الفيلم الموسيء أوقفت مؤقتا مفاوضات المساعدات العاجلة للقاهرة جريدة الدستوري نقلت عن مسؤول فلسطيني عباس تحدث عن إمكانية إلغاء أوسلو نبقى بالصحف العربية وإلى الخليج الإماراتية إضراب في سجون الاحتلال وقلق على حياة أربعة أسرى مضربين ومع النهار عباس حذر السفير المصري من العبث بقضية التمثيل الفلسطيني نصل إلى الصحف العربية الصادرة في لندن نبدأها بالشرق الأوسط أبو مازن سيذكر من نيويورك بطلب العضوية المقدم لمجلس الأمن ومشروع القرار دولة غير عضو لاحقا إلى الحياة اللندنية الجيش الإسرائيلي يبدأ تدريبا ونفاجأا في الجولان يحاكي حربا إلى أهم الصحف الصادرة في إسرائيل ومن صحيفة مع ريفي نبدأ طهران تعترف أن أضرارا لحقت في المفاعل النووي في حادثي تخريب منفصلين صحيفة أرس قالت السلطة تهدد بإلغاء اتفاقيات أوسلو وأخيرا من صحيفة يدعوت أحرانوت رومني يكشف أن مستشارين نيتنياهو يعملون معه في حملته الانتخابية نختم بأهم الصحف الأجنبية وتحديدا من نيويورك تايمز نقلا عن البنك الدولي الأزمة المالية الفلسطينية تتعمق وواشنطن بوست كتبت التجمع السنوي للأمم المتحدة يفشل في إنهاء الحرب على سوريا وأخيرا مع صحيفة زمان احتجاجات على تدمير الأنفاق بين مصر وغزة أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام وإياكم نبدأ حلقة النقاش مع الأستاذ خليل شهين أستاذ خليل محوران رئيسيان في حلقة اليوم مسألة اتفاقية أوسلو هل سيتم إلغاءها أم لا بداء على بعض العناوين التي سربت بأن هناك نوايا جدية من الجانب الفلسطيني أو القيادة الفلسطينية لإلغاء اتفاقية أوسلو سيناريوهات التي قد تلحق ذلك مدى جدية هذا الطرح توجه للأمم المتحدة كما تقول بعض الأخبار بأنه سيذكر المجتمع الدولي بدولة بعضوية كاملة وأن تصويت أو دولة بصفة مراقب أو دولة غير عضو في الأمم المتحدة سيتم تأجيلها أو سيتم تأجيل التصويت عليها في بعض أخبار أخرى ثم المسألة الأخرى مسألة استقبال شامقندي رئيس الوزراء المصري لإسماعيل هني أثارت سخطا وجدلا كبيرا كبيرين في الساحة الفلسطينية وتداعيات ذلك أو تفاصيل ذلك أيضا سنتحدث عنه دعنا في البداية نبدأ في مسألة أوسلو السخط الأخير على اتفاقية أوسلو وما تبعها اتفاقية باريس لمسنا في الشارع الفلسطيني بشكل كبير النية وكأنها تبلورت حتى عند حركة فتح يعني منعرف أنه قوى اليسار كانت دائما تنتقد أوسلو وإن كانت استفادت منها في ذات المرحلة الآن والحديث أصبح شبه جديا لإلغاء هذه الاتفاقية أو يعني إذا لم يكن إلغاءا كيف سيكون الترتيب هل تعتقد بأن هذه العناوين دقيقة وإن كانت كذلك ما هي السيناريوهات التي ستلحقها؟ نعم نحن الآن في ذروة النقاش الوطني حول مصير اتفاق أوسلو وغض من ذلك أيضا الموقف من شكل ووظيفة ودور السلطة الفلسطينية هذا الجدل قفز إلى واجهة الأعداف منذ زمن ربما جاءت الأحداث التي أشرت إليها والاحتجاجات الأخيرة لتدفع الأمور أيضا قدما إلى الأمام ثم أتقنع بأن هذا الاتفاق الذي انتهى عمليا كاتفاق انتقالي منذ العام 1999 بات غير قادر على نقل الفلسطينيين من سلطة حكم ذاته ملقوص إلى دولة فلسطينية مستقلة وفق البرنامج الذي تتبنى منظمة التحرير إذن نحن أمام نقطة تحول لتفرضها الوقائع على الأرض وخصوصا تقدم المشروع الاستطاني الإسرائيلي الذي يقضي عمليا على فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة وفق هذا المسار الذي انطلق منذ توقيع أوسلو ووفق عملية تفاوضية مباشرة تحاول إسرائيل أن تتحكم في محدداتها وفي شروطها وحتى في مآلاتها النهائية الإشكالية الكبرى الآن بأن السلطة وفق اتفاق أوسلو بشكلها ووظائفها ودورها ليس فقط لم تعد قادرة على نقل الفلسطينيين إلى مشروعهم الوطني المتمثل بدون مستقلة بل أن إسرائيل في ظل الاختلال الفادح في ميزان القوى تحقق نجاح في إعادة تشكيل السلطة ودورها ووظائفها بما يخدم الهدف الإسرائيلي الذي يريد أن يحول السلطة إلى مجرد وكيل أمني وإداري واقتصادي يطيل عمر الاحتلال بدلا من أن ينقص عمر الاحتلال طيب يطيل عمر الاحتلال بدلا أن ينقص عمر الاحتلال هناك من يقول بأن التوجه إلى الأمم المتحدة بغض النظر عن تسريبات الأخيرة تذكير ولا طلب دولة غير عضو من الأمم المتحدة التي لا يعرقلها فيتو هل تعتقد بأن ذلك يمكن أن يقلب الطاولة أو أن يعدل موازين القوى أو يعدل مساحة الحديث عن الدولة الفلسطينية بمعنى أن يكون هنا قرار دولي واعتراف دولي بأننا دولة تحت الاحتلال أو دولة محتلة تعاني من دولة تحت الأراضيها وبالتالي الحديث يصبح مغاير عن مسألة أرض متنازع عليها بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية هل يمكن أن يحدث نقلة نوعية؟ هل نتسرع إن قلنا نفض أصله الآن أو نحدث بلبلة سياسية دولية يمكن أن تفتح علينا مثلا يقول البعض نار جهنم من الولايات المتحدة إذا ما اعتبر ذلك خدشا لرعايتها أو ما إلى ذلك هل تعتقد بأن الانتظار لما بعد الأمم المتحدة قد يكون أكثر عقلانية أم أن المسألة تحتاج إلى حل وحل جذري الآن؟ برأيي أن الجزء كبير من الإجابة يتوقف فيما يتعلق بجدوى التوجه نحو الجمعية العامة الأمم المتحدة على طبيعة الاستراتيجية الفلسطينية التي يمكن تبنيها والتي بدأت تطرح على الأقل عناصرها على مستوى النقاش الوطني والنقاش حتى الشعبي لذلك أنا برأيي المهم هو ماذا سنفعل في اليوم التالي بعد التوجه نحو الجمعية العامة الأمم المتحدة هناك من يقول بأن هذا الأمر من شأنها أن يخلق واقعا جديدا بأن هناك دولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة محتلة أراضيها من دولة أخرى وبالتالي هذا الموضوع يقلنا من حالة ما تدعيه إسرائيل من وجود نزاع إلى حالة وجود احتلال ينبغي أن يتم بالإضافة إلا أنه يفتح الباب لحاكمة دولية وتجرم إسرائيل في أكثر من قضاء هذه قضية أخرى القضية الأولى في المتعلقة بهذا الموضوع أنا أعتقد أنها بحاجة إلى توقف وبحاجة إلى نقاش لأن الاحتلال حسب القانون الدولي يعتبر قانونيا ويعتبر شرعيا وهذا أمر ينبغي الانتباه إلي أي أنه إذا احتلت دولة دولة أخرى فإنها تتحمل تبعات بهوجب القانون الدولي تترتب عليها فيها تجاه الدولة القاضعة للإحتلال هل هذا الأمر يدخلنا في إطاء صبغة قانونية وفق القانون الدولي لدولة الاحتلال وبالتالي يرطيها دورا ما في أي حلول مستقبلية فيما يتعلق بمصير هذا الإقليم أو الدولة الخاضعة للإحتلال أنا أعتقد أن جدوى التحرك نحو الأمم المتحدة إيجابي فيما يتعلق بالحصول على الدولة المراقبة ولكن إذا ما وضع في إطار استراتيجية فلسطينية تسعى وربما لأول مرة على مستوى الأمم المتحدة إذا طرح مشروع قرار ينزع الشرعية والقانونية عن دولة الاحتلال وليس فقط عن إجراءات ومرسات الاحتلال كما نعرف أن في الأمم المتحدة عادة يتم إدانة نتائج ما يقوم به الاحتلال من تغيير الوقائع عبر الاستيطان أو غير ذلك من إجراءات يفرضها الاحتلال أي أن هناك إدانة لإجراءات ومرسات الاحتلال لم يحدث حتى الآن أن تقدم أحد مشروع قرار يقول بأن الاحتلال بحد ذاتي غير قانوني وغير شرعي التقدم باتجاه نزع القانونية عن هذا الاحتلال في قرارات سواء من المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية أعتقد أنه سيكون قطوة كبرى تدعم التوجه نحو العضوية بصفة المراقبة لأن هذا الأمر يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية للتصرف باتجاه واقع غير قانوني وليس فقط إجراءاته ومرساته غير قانونية بل هو بحد ذاته غير قانوني قبل قليل منذ لحظات قلت بأنه إذا يجب الانتباه أن الاحتلال بالقانون الدولي هو شرعي أو ممكن ووارد ولكن بتحمل الاحتلال مسؤوليات الشعب الواقعة تحت الاحتلال ضمن نطاقه الآن وإذا جرمنا الاحتلال طيب ما أنت بتقول قد يتناقض ذلك مع ذلك لا 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 تجريم الاحتلال بمعنى نزع الشرعية اعتبار الاحتلال غير قانوني غير قانوني يرتب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية باتجاه انهاء هذا الاحتلال فوري باعتباره عملا غير قانوني وليس فقط إجراءاته يعني ليس اعتبار الاستيطان غير قانوني بل مجمل هذا الوجود على الأرض الفلسطينية غير قانوني هناك فارق كبير بالمعنى القانوني لم يحدث ذلك حق تقرير المصير أكثر من يعني عنا قرار بأنه للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره هل يمكن يعني أن يكون ما سنحصل عليه بذات المستوى من الفائدة أنا لستم متأكدا في الحقيقة لستم متأكدا لأنني يعني أو كلنا نعرف بأن منظمة التحرير عمليا هي كيان ما في الأمم المتحدة يعني تحتفظ بصبغة يعني الوضو المراقب يعني لا أعتقد أن هناك الكثير يعني فيما يتعلق بالصفة القانونية في الأمم المتحدة يمكن أن يتغير في حالة الدولة المراقبة عن واقع منظمة التحرير إجراءات القانونية قد تتغير لكن ما الذي سيتغير باللسبة لاتفاقية روما نعم نعم هل نحن جاهزون للقيامة مثل هذه الخطوة التوقيع على يعني مثاق روما وانتمن انتقال إلى طلب العضوية في المحكمة الجنائية وفي بقية الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة أنا لست متأكدا من ذلك لم أرى في قرارات منظمة التحرير الأخيرة أو قيادة منظمة التحرير ما يشير إلى ذلك هناك قرار بتوجه إلى التكتلات بمشروع قرار وهذه قضية أخرى نحن هنا لسنا أمام تقديم طلب كما حدث في مجلس الأمن الدولي وهذه يجب أن تكون واضحة في أذهان المشاهدين في المجلس الأمن نحن نتقدم بطلب إجراءاته مختلفة ويجري تصويت من دول أعضاء في الجعمية العامة نحن نتقدم بمشروع قرار وهناك يعني إمكانية لكي نضع ما نريد ما نريد في مشروع القرار طالما أنه يحظى بتأييد من غالبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة نحن فعلنا ذلك في العام 1988 وفي العام 1989 عندما كان فترة الأخ ناصر القدوة عندما كان موثناً لفلسطين في الأمم المتحدة وانتزعنا قرارات مهمة جداً في تلك الفترة بعد إعلان الاستقلال الفلسطيني وهي تشير هذه القرارات أيضاً إلى الفلسطينيين كدولة إلى منظمة التحرير وكأنها تمثل دولة كما أنها تحدد الأسس المطلوبة لأي عملية سياسية أنا أخشى أن نضطر في هذه المرحلة للمساومة على مشروع القرار تحت شعار أننا نريد عدداً أكبر من الدول النافذة والمؤثرة لدعمنا في هذا المشروع وقصوصاً من الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبية علينا أن ننتبه لهذه الخطوة سواء فيما يتعلق بالأسس المطلوبة لحل قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي فيما يتعلق بمكانة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني فيما يتعلق بعلاقة الدولة المراقبة بالمؤسسات القضائية والشاب وعلاقتها أيضاً بالفلسطينيين في الخارج لأننا لا نريد وضعاً تعتبر فيها الدولة هي التي تمثلها أن مسألة تمثيل منظمة التحرير لعموم الشعب الفلسطيني لن يتأثر من قال ذلك؟ تحدثنا في كثيراً في برنامج كيف نعرف ونحن لم نرى مشروع القرار حتى الآن؟ اسمح طيب حتى نجيب عن هذه التساؤلات أنا أقول نستوضح الأمور يعني دخل قا يوم غد سيكون ضيفي في البرنامج سيد نبر حمد مستشار الرئيس السياسي سأطرح عليه هذه القضية بتفصيل طيب هذا لا أنا أقول من باب لا ما هو يعني عشان ناخد صافي أنا أقول يجب أن نؤكد بأن مشروع القرار الذي نسلنا تقدم به إلى جميع العامة الأمم المتحدة يجب أن يكون الأفضل في التعبير عن مصالح وحقوق وقضايا الشعب الفلسطيني لأننا لا أحد يستطيع طيب كيف تضمن ذلك؟ إن كان الدول العربية ضلع نوافر في الإشراف على صياغة مشروع هذا القرار وهذا أمر مفروض يعني هنا يمكن الحديث عن نوايا دول عربية يمكن ضغطة يمكن مؤيدة يمكن ضد إلى آخر سيكون لها رأي في مشروع القرار ومن واجب الفلسطيني أول رغما عن الفلسطيني يجب أن يكون يرضي هذه الكتلة العربية لأنها هي الكتلة التي ستدعم في الأمم المتحدة بالدرجة كبيرة تخيل لو بعضا من الدول العربية عارضت مشروع القرار في الأمم المتحدة يمكن أن يحدد ذلك هناك دول العربية تتعامر لا نريد أن نحكي على الهواء هناك دول العربية تتعامر ليس فقط من خلال الحصار المالي والاستجابة للضغوط الخارجية ورد الحصار على القيادة الفلسطينية والمؤمنة التهريغ والسلطة بل أيضا فيما يتعلق بالتوجه نحو الأمم المتحدة سواء في مجلس الأمن العام الماضي وصواء حاليا نحن ندرك ذلك ونحن نعرف ذلك سيبقى الحجر الأساس هو الموقف الفلسطيني كلما تمكننا من صياغة مشروع قرار قوي ويطرح على العرب وبالتالي يطرح أيضا على المؤيدين والكتلة التكتلات المختلفة في الأمم المتحدة من عدم الحياز الكتلة الإسلامية والأخرى وفي ذلك الاتحاد الأوروبي أعتقد أن ذلك سيصون القضية الفلسطينية وسيغلق أي ثغرات يمكن أن يسفاد منها في مواجهة الشعب الفلسطيني لاحقا حتى الآن الموقف الرسمي الفلسطيني والعناصر التي ذكر أن الرئيس سيؤكد عليها في خطابه المقبل أمام الجمعية العالمة كلها حتى الآن إيجابية ولذلك أنا أكد الضرورة أن نأخذ هذه الرزمة والنصيغها في مشروع قرار ربما مستفيدين من مشاريع قرارات وخصوصا تلك التي صدرت في ديسمبر عبد 1908 بعدها بثيقة إعلان الاستقلال كل ذلك من شأنها أن يعزز الخطوة الفلسطينية يبقى الأهم كيف نربط مثل هذه الخطوة ضمن استراتيجية فلسطينية كفاحية تقطع مع المسار السابق وهنا أعتقد أنه لا قيمة يصبح لأوسلو طالما أننا نتوجه إلى دولة بالمعنى الموضوعي أما محالة من النقاش تفرض علينا بدل من نلغيها هلأ ما نريحين باتجاه إلغاءها ولا يوجد شيء اسمه أنا أعلن إلغاء الاتفاق وهناك إجراءات تتخذ من قبل القيادة الفلسطينية لتطبيقها على الأرض تعني من حيث الجوهر تغيير قواعد اللعبة القائمة بما في ذلك فيما تعلق بشكل السلطة كيف يمكن أن نعلن إلغاء أوسلو وتستمر السلطة كما هي يعني هناك تبعات تحتاج إلى نقاش لذلك أنا أعتقد أن أي قطوة تتعلق بإعادة النظر في هذا المسار السابق يجب أن تندرج في إطار إحياء المشروع الوطني الفلسطيني وهذا المشروع يتلقص في منظمة التحرير هذا الموضوع يعني أنتم تتحركون كشخصيات مستقلة وكمركز دراسات أعتقد أو يعني بصفات شخصيات مستقلة وطنية حول موضوع المصالحة تلتقون في أكثر من مناسبة وفي أكثر من محفل دولي تحدث أنه في الساعة يعني تحت الهواء قد تستنبول والقاهرة حول هذه الجلسات هل نستطيع أن نقول أنا يوم أمس كان ضيفي من قطاع غزة الأستاذ أكرم عطلة قال أنه حركة حماس لم تنفذ مشروعها بعد أو برنامجها بعد أو فكرتها أو يعني لم تطبق ما تريد بعد وبالتالي المصالحة بعيدة كثيرا الآن لأن لها خطوات تنفذها الآن في قطاع غزة منطقة تجارية حرة مع مصر التجهيز لأن تثبت أنها قادرة على الحكم رغم أنه مسألة التمثيل الفلسطيني لدى جمهورية مصر العربية أصبح عليه علامة سؤال كبيرة من الشارع الفلسطيني أنه بأي صفة يستقبل إسماعيل هنية هذا مثلا كان في جدلا كبيرا في الأوساط في الصالونات السياسية في رمالة أنه بأي صفة يستقبل إسماعيل هنية لدى جمهورية مصر أو لدى الحكومة المصرية ولقاءه بهشام قنديل ثم الحديث عن لقاءات مع مرسي مع خالد مشعل الرئيس مرسي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس ثم نفي هذا الأمر يعني ممكن أن نفي مع مرسي ولكن مش مع المرشد العام هذه التفاصيل كلها وهذه الأحداث الأخيرة جعلت يعني وأيضا السيد الرئيسي استدعى سفير المصري في رمالة يعني يستفسر الأمر أنه مسألة التمثيل الفلسطيني خط أحمر لا يجب تجاوزه ما الذي يجري على هذا الصعيد قلت بأنه منظمة التحرير باب أول في حل المواضلة هل تطلعنا على هذا الطرح يعني أولا دعينا يعني هنا يعني أؤكد على أن كل ما ذكرت يؤكد على القطر التي يهدد منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني هناك خطر كبير بدأ منذ انقسام يتزايد أكثر فأكثر الآن يعني في ضوء تحرك معلن من قبل حركة حماس للتنافس على الشرعية شرعية تمثيل الشعب الفلسطيني وهذا الأمر يعني ترسيما لواقع الانقسام والانفصال هذا الأمر ما كان يمكن أن يتم لو لا تراجع في مكانة ودور منظمة التحرير ولولا عالة الانقسام ولا ينبغي السماح بحدوثه لأن هذا الأمر يعتبر خطا أعمر لأنه يكرس واقع الانفصال وينهي الكيانية الفلسطينية في غياب الدولة والتي تمثل في موظمة التحرير الفلسطينية وآمل أن تدرك حركة حماس خطورة مثل هذه اللعبة عليها قبل أن تكون قطرة أيضا على المشروع الوطني برمدة وعلى الشعب الفلسطيني هناك اعتقاد لدى حركة حماس بأن التطورات التي تحدث على مستوى الإقليم وخصوصا في مصر لاسيما في ضل سياسة أخوانة الدولة المصرية من شأنها أن تخدم على المدى القصير وعلى المدى الأبعد حركة حماس أنا أعتقد أن هناك صحة لمثل هذا القوم يعني مصر الآن لا تتعامل بمسافة واحدة أنا سبق أن وجهت انتقاد وأريد أن نوجه هذا الانتقاد لكل من يطالب بالوقوف على مسافة واحدة من العرب هذا كان موقف كارثي كيف يمكن أن يطالب بالوقوف على مسافة واحدة ما بين حكومة الأستاذ إسماعيل هنية وما بين منظمة التعرير هذه معادلة قاطعة هي التي أفسحت المجال للإدعاء في مصر وغير مصر بأننا نتقف على مسافة واحدة وبالتالي نتعامل مع السلطة ومع منظمة التعرير بنفس القدر الذي نتعامل فيه مع الحكومة المقالبة في قطاع غزة المشكلة أنا برأي ليست في مصر يعني فقد سبق ذلك استقبال لهنية في دونس يوازي استقبال الرؤساء وفي الخليج العربي وفي تركيا وفي غيرها وصولا إلى دعوة التي وجهت له لحضور يعني قمة عدم الإحياز في طهران شهدنا كل هذا الصمت من القيادة الفلسطينية في كل هذه المعطات أو الانتقاد الخجول حتى وصلنا إلى واقع جديد تسعى من خلالها الرئاسة المصرية إلى تكريس وجود الحكومة المقالة كأمر واقع أي التعامل مع الانقسام الفلسطيني يبتباهي أمرا واقعا السؤال هنا كيف نواجه مثل هذا الوضع؟ التحرك الدبلوماسي الآن مهم ولكن التحرك الآهم هو إنهاء هذه الحالة التي تسمح طبعا هو كيف إنهاء هذه الحالة؟ سأكبر إلى الموضوع الآخر الموضوع المنظم في التحليم أشرف العجم في صحيفة الأيام كتب مقالة بعنوان الوضع الفلسطيني الثورة لفرض الانتخابات يطالب الشارع الفلسطيني أن يكون على وعي وإدراك كافي لكي يقوم بثورة احتجاجية وبانتفاضة للمطالبة بإجراء الانتخابات موقف سيد الرئيس من مسألة الانتخابات واضح يريدها اليوم قبل غد حماس تعطل عمل اللجنة المركزية للعليا للانتخابات في قطاع غزة مثلا في غزة يقولون بأنه إحنا ما منا نسمح لللجنة الانتخابات إلا تشكل سيد الرئيس حكومة التكنقراط أو الحكومة حتى تسير عمل الانتخابات يعني وكأنه كل طرف أو بديش أقول طرف لأنه مش أطراق متساوية ولكن أن تقول حركة حماس هذا الكامل الكلام هل هو منطقي مسألة منظمة التحرير التي تقولها يعني حدا بيقول الانتخابات حدا بيقول منظمة التحرير يعني لتسير عليك الأمر هناك إشكالية كبرى في موقف حركة حماس وموقف خاطئ فيما يتعلق يعني بموضوع لجنة الانتخابات المركزية وعبلها أنا لو كنت ما كان حركة حماس وأنا أقول ذلك علنا علنا من الآن يعني كنت سأسمح للجنة الانتخابات المركزية باستكمال عملها بتحديث جل الناخبين في قطاع غزة وبعدين بقول لأخواني يا حركة فتح تعالوا تفضلوا شكل الحكومة شكل الحكومة اللي نرى إن كان هذا الأمر جديا أولا أنا هنا أفترض أن عدم الجدية موجودة لدى الطرفين في الوقت الذي نرى فيه تحرك تحركات من قبل حركة حماس سواء بتصريحات يعني أو بتحرك فيما يتعلق بالتنافس على يعني شرعية تمثيل منظمة التحرير من أجل تعزيز انفصال قطاع غزة فنحن نسمع أصواتا في الجهة المقابلة تطالب إجراء انتخابات في الضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة يعني أنها أيضا تتعامل مع الانقسام والانفصال القائم بتابتباره أمرا واقعا إذن هناك خطورة للأصوات التي تتعالى من الطرفين من التجهات لا تريدها المصالحة هناك مشكلة وانت سألتيني قبل قليل عام نحن لا نقوم بحوار عمور رسمي نحن نجتمع مستقلين وشخصيات من الفصائل ولكن بشكل غير رسمي أيضا هناك قناعة متزايدة بأن هناك إشكالية قائمة في مسار المصالحة نفسها وفي الاتفاقات التي تم التوصل عليها لأن الاتفاقات انطلقت أولا من التعاطي مع الواقع يعني قائم وفق اتفاق أسلوب الذي الآن بدأنا نحن نتحدث عن تغييره وهي تتعاطي مع السلطة كما هي طب أنا بدي أسألك السؤال كما هي ثانيا أنها اتفاقات قامت على أساس المحاصصة ثالثا أنها أعطت أولوية أولوية لقضايا للنتائج يعني بمعنى أنها أعطت أولوية لموضوع تشكيل حكومة وغيرها على حساب منظمة التحرير ولذلك المدخل هو منظمة التحرير الفلسطينية والبرنامج الوطني الذي يمكن أن يجمع الجميع أما باقي ذلك فهو تفاصيل سواء شكلنا حكومة أو لمشكل حكومة هنا قبل أن أسمعها سأسمعه ولكن مسألة أنه برنامج منظمة التحرير أن يكون جامع للجميع طب هو حتى في برنامج حركة فتح وبرنامج حركة حماس متوافقان تقريبا يعني حدود عام سبعة وستين المقاومة السلمية هذا لمسنا في حديث خالد مشعل مثلا في القهرة هذا التقارب السياسي لا يحتاج لما تقوم لا هذا يؤكد أن الإشكالية ليست في موضوع التقارب السياسي وليست في برنامج منظمة التحرير بل في الصراع على واقع القوة والنفوذ والتقاسم وهنا المشكلة الحقيقية لأن الاتفاقات المصالحة التي تمت حتى الآن تفسح المجال أمامها مثل هذا التنافس وبالتالي أيضا القفز من قبل حركة حماس إلى محاولة إدعاء تمثيل الشعب الفلسطيني هذا الموضوع يتطلب إعادة النظر في مصار المصالحة لكي نعيد تصحيحه من جديد للاستناد إلى موضوع منظمة التحرير أولا ثانيا النقطة الأخرى إذا كنا نتحدث عن إلغاء أصله عن إلغاء أصله هو اتفاق انتقالي كيف يمكن أن نستقيم ذلك مع التأكيد على إجراء انتخابات لانتخاب مجلس الشرية ورئاسة للسلطة الفلسطينية لأربع سنوات قادمة يعني أحد يحلل لي القصة يعني كيف بدك تعيد النظر تعيد النظر في أوسلو وبدك انتخابات على قاعدة أوسلو كمان أربع سنوات تتمدد عمر السلطة حلها يعني يعني لا يمكن الجمع بين المتنافضات طب استنعه هل إذا عدنا النظر في اتفاقية أوسلو هل يعني ذلك حل السلطة هذا أيضا يعني موضوع على الطاولة يعني شكلها ووظائفها بالضبط شكلها ووظائفها هذا لا يمنع أن تكون جامعة للشعب الفلسطيني السلطة ليست جامعة المنظمة التحرير ولكن إجرائيا إجرائيا كذراع يمين منظمة التحرير قد ترتب أمور عامة الشعب الفلسطيني بأن يعني تنسق ممثلين له هكذا يقول بعض المراقبين إنه مش معنى أنه نحن بنعيد النظر في اتفاقية أوسلو يعني نحل السلطة يعني نصفي في الشارع ما لنناش جسم يعني بنرجع لمنظمة التحرير منظمة التحرير الآن بحاجة أيضا لانتخابات مجلس بطني يعني كمان يعني بدها ترتيب يقول البعض صحيح أنا أتفق تماما مع هذا الطريق يعني وأنا لا أقول بأن علينا أن نحل السلطة ولكن علينا أن نستبدل سلطة الحكم الثلاثي المنقوص بسلطة حركة التحرير هناك فائرة كبيرة بين الاثنتين منظمة التحرير كانت لها وجود وكانت تدعم وتقود قبل إنشاء السلطة في الأناضي الفلسطينية المحتلة إذن منظمة التحرير هي جسم وليست مجرد جسم هلامي أو كيان يعني صحيح ولكن هل تعتقد سؤال أخير أنا داركني والله داركني الوقت سؤال أخير هل تعتقد أن المعطيات العربية والدولية هي ذاتها قبل وصله لكي تخدمنا الآن بعد أن نترك وصله لا المعطيات الآن أفضل إذا ما استطعنا أن نلتقط ما هو إيجابي في التغيرات التي تحدث على صعيد المنطقة أنا أعتقد أنها أمر إيجابي لاحظي أننا من السهل علينا أن نمنع إسرائيل من الإبقاء على الوضع الرحم من السهل علينا أن نستطيع أن نقل بالطاولة من الصعب علينا أن نمنع تقدم المشروع الإسرائيلي على الأرض مشروع الدولة المؤقتة والكانتونات لأن إسرائيل هي الطرف الأقوى في هذه المعادة إذن علينا أن نبدأ من حيث نستطيع من حيث نستطيع أن نعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية بشكل جامع للفلسطينيين جميعا وأن نعيد النظر في شكل ووضائف السلطة بحيث لا تتحول إلى عبء لا على منظمة التحرير ولا على الكفاح هذه الخطوة تحتاج إلى مصالحة باعتقاد هذه هي المدخل من أجل تحقيق المصالحة برأيها الحقية بدونها لن نشرد أي مصالحة أنت من لقاءتك مع شخصيات حركة حماس هل تعتقد بأنهم سيقبلون بذلك؟ يعني أنا أعتقد أن الصيغة التي قامت خلال فترة ماضية يجب كسرها الصيغة التي كانت قائمة سابقا بالنسبة لحركة حماس هي صيغة أننا إذا كنا سندفع ثمنا في غزة بمعنى أن تعود حركة فتح والرئاسة إلى غزة فعلينا أن نقبض ثمنا في الضفة الغربية وإن لم نستطع فعلى الأقل في منظمة التحرير هذا منطق محاصصة وأنا لست معه ولذلك أنا أعتقد أن مصار المصالحة بحاجة إلى تصحيح لأنه لن يقود إلى مصالحة بما يوفق فهم الشعب الفلسطيني رغم أنه يعني معدناش نسمع عن المصالحة كثير ومطلباته ويسح المجال الأكثر هذا إلى ما نشهده حاليا من تنازع على الشرعيات ومحاولة لتوجيه ضربة إلى منظمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني من خلال ما تقوم به بعض أوصات حركة حماس والحكومة المقالة من تحركات في أوية لا تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الجمعية للشعب الفلسطيني على الأسف دارك كان الوقت وستدخل الشهين أعتدرمي شكرا لك على هذه الإطلال وستدخل الشهين الكاتب والمحلل السياسي شكرا لك حتى ألقاكم يوم غد هذه تحياتي وطبعا كما أسلفت سيكون ضيفي في حلقة يوم الغد لساعة تلفزيونية كاملة سيدني مرحمد مستشار رئيس السياسي حتى إلى هنا إلى اللقاء أراكم بالغد إلى الزاوية الكاريكاترية فتتفضلوا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة